بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلنا مرحبا بكم على قناة STC مع كورس التداول على العملات الرقمية بايناري ومع المحاضرة الثالثة من هذا الكورس عنوان المحاضرة التحليل الفني للسوق على زوج يورو يو اس دي ليوم الجمعة الموافق 3.9.2021 سنتناول خلال هذا التحليل 6 فترات زمنية مدة كل فترة زمنية 4 ساعات على فريم 4 ساعات الأولى من 3 صباحا عندما يفتح السوق وحتى 7 صباحا الثانية من 7 صباحا وحتى 11 صباحا الثالثة من 11 صباحا وحتى 3 ظهرا الرابعة من 3 ظهرا وحتى 7 مساء الخامسة من 7 مساء حتى نهاية اليوم حيث يقفل السوق في هذا اليوم بنهاية هذه الفترة الزمنية على أن يعاود الفتح يوم الاثنين الساعة 3 صباحا بتوقيت مصر حيث يعمل السوق طول الأسبوع ما عدا يومي السبت والأحد لكن نصيحتي لك في سورة تحذير هام إياك أن تتداول في سوق O2C الذي يفتح يومي السبت والأحد وهو سوق من صنع المنصات ومليء بالمخاطر حيث يتم التلاعب من خلاله بطرق كثيرة جدا من قبل صناع السوق مبدئيا كده أنا وجهة نظري الشخصية كتحليل عام لسوق الجمعة يوم 3-29-21 على فريم 4 ساعات لو هاخد صفقات وجهة نظري أنه على هذه الفترة الزمنية وعلى هذا الفريم كانت لا توجد أي فرصة مناسبة صحيحة بدرجة كبيرة إلى حد ما زي ما هنشوف من خلال الدقائق التالية ومش مشكلة لو عد يوم علي من غير ما أتداول إذا ملئتش الفرصة المناسبة والمواتية أعظى على رأس مالي وكأسلوب سليم في إدارة رأس المال الآن بمشيئة الله نبدأ في تحليل الشمعة الأولى هذه الشمعة الحمراء جاءت في نهاية اتجاه صاعد وهذا يعطي مؤشر للمتداول أن السوق على وشك أن يغير وجهته ونلاحظ أن هذه الشمعة الحمراء رقم واحد هي والتي قبلها هما شمعتين سبيرينج توب تلاتها الشمعة رقم اثنين شمعة جسمها صغير وغيرها إلى حد ما أد الجسم مرتين ثم جاءت الشمعة رقم ثلاثة طويلة خضراء لو لاحظت هتلاقي أن الشمعتين واحد واثنين لونهما أحمر جاء كتصحيح للاتجاه الصاعد الشمعة رقم واحد سبيرينج توب والشمعة رقم اثنين إلى حد ما انفيرتد هامر لكنها تميل إلى سبيرينج توب أيضا من بعدها استمر الاتجاه في الصعود بظهور الشمعة رقم ثلاثة ثم جاءت الشمعة رقم أربعة حمراء بيعية دبابية شمعة دوجي وبالتحديد دوجي هو السيقان الطويلة لونجليج الدوجي ثم شمعة حمراء طويلة رقم خمسة لو ركست شوية هتلاقي أن الشمعة رقم ثلاثة واربعة وخمسة كونا مع بعض نموذج مهم جدا عاكس للاتجاه من صاعد إلى هابط هو نموذج نجمة دوجي المساء ومن بعد هذا النموذج نموذج دوجي ظهرت شمعة دوجي مرة أخرى وكما قلنا الدوجي من الشموع المحيرة اللي انت مش بتبقى عارف من خلالها بالظبط الاتجاه هيروح فين لكن كده أنا عندي دليل على أن الاتجاه سوف يهبط نظرا لظهور نموذج دوجي ايفنينج ستار وزي ما قلنا قبل كده في كورس الشموع اليابانية أن ده نموذج عاكس للاتجاه من صاعد إلى هابط والسؤال المعتاد متى سأتداول واضح أن السوق في هذا اليوم كان إلى حد ما غير واضح المعالم فرص دخول الصفقات فيه صعبة جدا من بداية اليوم من الشمع واحد وحتى الشمع رقم خمسة لم يظهر ليه أي فرصة تداول إلا بعد تكون نموذج ايفنينج دوجي ستار إلا عليه شكل بيضاوي وأغلق السوق على الشمع رقم خمسة والتي بدأت من الساعة سبعة حتى نهاية الأسبوع لكن كده أنا متوقع بناء على هذا النموذج أن الأسبوع القادم يوم الاثنين ستة تسعة أشين واحد وعشرين إن شاء الله سيكون السوق بهبوط إلى أن ألقاكم لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السلموني